فالزمالك استطاع بمنتهى الاريحية بص يا كريم وقفنا 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 يرجع يرجع وقفنا طيب بص يا كريم المقابلة هنا المقابلة الراجل السنتر باك محمود والد رغم انه مقدم أداءات عظيمة جدا للمسلم الحالي مع حراس الحدود ما طلعش قابل لانه ظنم منه انا مش دور يطلع قابل الراجل الـ CDM او لعيب اللي طلع بيقابلني بس ده مش CDM ده الفروت بص الراجل طلع بمنتهى الاريحية اللعبة كلها رحها بيدا عنه ده ما ينكرش ابدا ان يوسف قسمنا به حطها بشكل عظيم ايه رجع تاني نرجع تاني اه لأسف مش هينفى طيب مش هينفى هنرجع معلش مش هينفى هنرجع اوكي تمان بص كريم الاساسة الهدف ده امام عشور اسست الهدف اللي بعده امام عشور ضربة الجزاء امام عشور الحل الابرز انا كنت بقول على امام عشور انه واحد من افضل لاعبي مركز تمانية في مصر النهاردة انا لازم اقول انه افضل لاعب مركز تمانية في مصر بلا شك لو لو وجود امام عشور مشاكل كتير جدا انك هتكون موجودة في الزمالك امام عشور عنده القدرة ان يعمل البروجريشن ويحط الكرة تحت رجله 20 متر وبعدين يحط البصح عملها مرتين النهاردة مرة في الشوت الاول ومرة في الشوت التاني امام عشور لاعب مسدد جيد بيسدد على المرمة بشكل ممتاز النهاردة بيصنع بستايلين مختلفين واحدة عمل سبرينت وراح حطها والتاني بيحطها بوش شروري خارجي من نص الملعب بيودي احمد زيزو انفراد بلا شك امام عشور هو قطعة مهمة جدا جدا هدف عظيم بيصنع احمد قبل محسيبه تزيزو وعلى الفنت اللي عامله والباس دي كرة تانية بتاعت امام عشور اللي اتحطت في الكبالة فا امام عشور بالنسبة لي قطعة مهمة جدا جدا في تشكيل الزمالك ولا زال الزمالك ماشي بشكل جاي جدا بسبب اللي قلنا في بداية الحلقة كريمة ترجمة عدد الفرص اللي بيجيله اكوال اهداف وهو ده سر فوز الزمالك بالدور اللي فات وسر انه لا زال رغم المشاكل اللي موجودة في فرقة الزمالك انه لا زال المشاكل اللي فنية في خط الدفاع واللي تقلق عواد غطى على كتير منها تحديدا في المباريات اللي فاتت تحديدا مباراة البنك ومباراة بيرامدز الى انه لا زال الزمالك ان كنت قريب قوي من الاهلي اللي بيصنع وبيشتغل وعمل حاجات كتير ومقدم باستثناء مباراة الجيش ومباراة فيوتر قدم اداءات جيدة جدا لمسهم الحالي الى انه فرق النقطاتين بس ما بين الاهلي والزمالك اشتركوا في القناة